عزيزي الطالب بإمكانك استعراض المقررات التي ترغب بالتسجيل فيها بما يتناسب مع خطتك الدراسية لهذا الفصل كالآتي قم بالدخول على موقع الجامعة ثم توجه إلى خانة خدمات الطلبة ثم قم بالضغط على خدمات نظام معلومات الطلبة ستظهر لك مجموعة من الخيارات اختر منها تسجيل المقررات بعد ذلك ستظهر لك صفحة التسجيل اضغط على ايقونة براوز كلاسز لتصفح المقررات حدد الفصل الدراسي الذي ترغب بتسجيل المقررات فيه ثم اضغط على كونتينيو حدد خيارات البحث عن مقررك الدراسي وللتحديد اكثر قم بالضغط على advanced search لاضافة تخصيص اكثر للمقرر الذي تبحث عنه حتى يتناسب مع خطتك الدراسية سيظهر لك جدول المقررات الذي قمت باختياره وبامكانك التعديل على اعمدته من خلال الضغط على هذه الايقونة او من خلال السحب والافلات بالاضافة الى توسيع الاعمدة للسماح بظهور بقية النص وعند الضغط على اسم المقرر ستظهر قائمة بالمعلومات المتعددة التي يمكن الاستفادة منها ويمكنك التواصل مع استاذ المقرر عند النقر على اسمه الموجود في الجدول كما تستطيع تصفح كافة المعلومات الخاصة بالمقرر حيث نوعه وتوقيته وعوقات اختباراته لتساعد على تحديد الخيار الانسى تذكر ان تسدد الرسوم الدراسية ليتسنى لك التسجيل قبل امتلاء الشعب رتب جدولك الدراسي مسبقا لتستطيع التسجيل بشكل اسرع لا ترفع طلب خاص في نظام دعم عند تسجيلك على قائمة الانتظار حيث سيتم دراستها والرد عليها ستحذف المقررات المتطلبة لمقررات تم الرسوب فيها تابع التقويم الدراسي لمعرفة وقت الحذف والاضافة اذا واجهتك مشاكل اثناء التسجيل ارفع مذكرة عبر نظام دعم لمرة واحدة فقط مع كتابة كافة معلومات المقرر والمشكلة التي تواجهها عند تسجيلك في مقرر وكنت على قائمة الانتظار فسيصلك بريد في حال الموافقة على التسجيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة